أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متابعة تفاصيل الاستعدادات اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ كاب 27 وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض بعض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر وشهد الاجتماع استعراضا للفكر التصميمي للمنطقة الخضراء حيث تم تحديد مساحات العرض التي سيتم إنشاؤها على أن تكون هناك مناطق متنوعة للعرض منها لقصص نجاح مشروعات الدولة المصرية وكذلك للابتكار والعلوم وأخرى للرعاة بالإضافة إلى معرض للمجتمع المحلي لتعزيز المشاركة المجتمعية بمختلف الفعليات وغيرها ترجمة نانسي قنقر